بسم الله الرحمن الرحيم طلبة طالبات الثانوية العامة بمراحلها الثلاثة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم موعدنا مع حل قطع جديدة من قطع الثانوية العامة فلنبدأ كلنا يعرف أن المال ضروري لأننا نحتاجه لأن نشتري به طعمنا أو ندفعه ثمنا لطعمنا قلوض ملابسنا حوزز منازلنا ولأغراض أخرى عديدة متنوعة of course بالطبع this doesn't mean that money is the only important thing in life فهذا لا يعني بأن المال هو الشيء الوحيد المهم في الحياة and the only source of happiness والمصدر الوحيد للسعادة what will the use of money be if it's spent unwaisely and carelessly فماذا ستكون فائدة المال لو أنثق بدون حكمة وبإهمال naturally بطبيعة الحال money which is ill spent brings no real happiness or pleasure to us فالمال الذي ينفق بطريقة سيئة لا يجلب سعادة حقيقية أو سرور لنا on the contrary على العكس it may be very harmful فقد يكون ضار جدا so to enjoy life لذلك لتستمتع بالحياة we must have two things other than riches يجب أن يكون لدينا شيئين آخرين بخلاف الغنى أو الثروة names namely بالاسم health and wisdom الصحة والحكمة health is a splendid treasure فالصحة كنز سمين أو كنز فاخر and splendid فاخر that completes our happiness والتي تكمل سعادتنا we can't really enjoy life if we are not healthy فلن نستطيع حقا أن نستمتع بالحياة إذا لم نكن أصحة however we'll see we may be مهما كنا أغنية أو أسرية how proud we feel كم نشعر بالفخر when we possess sound puzzles عندما نمتلك أجساما صحيحة that enable us to work hard والتي تمكننا من العمل الجاد to earn a living لأن نكسب معيشتنا or to bear the roughest circumstances in life أو لكي نتحمل أقصى الظروف أو أخشن الظروف في الحياة or to practice a certain favorite game أو نمارس رياضة مفضلة معينة that brings us great joy والتي تقلب لنا سعادة عظيمة if we are strong لو كنا أقوية we shall live to an old age فسوف نعيش إلى عمر كبير and enjoy life fully ونستمثل بالحياة كلية on the other hand من ناحية أخرى if we are unhealthy and weak لو كنا غير أصحاء وضعف we shall never be able to pursue our pleasures فلن نكون قادرين أبدا على أن نتتبع مصراتنا أو ملزاتنا and life will mean nothing except pain ولن تعني الحياة لنا شيء سوى الألم suffering المعنى and sadness والحزن so both money and health are necessary لذلك كل من المال والصحة ضروريين last of all comes with them وأخيرا تأتي الحكمة if we are foolish لو كنا حمقا we shall never be really happy فلن نكون أبدا حقا سعادا however rich or wealthy we may be مهما كنا أسرياء أو أصحاء wise people are very careful with their money and health الناس الحكماء يكونون حريصين جدا على مالهم وصحتهم whereas بينما Polish people الناس الحمقى soon waste their money في الحال يضيعون أو يبددون أموالهم or ruin their health أو يدمرون صحتهم it's our mind إنه عقلنا that raises us above the rank of animals هو الذي يرفعنا فوق رفبة الحيوانات so لذلك we should use it to secure happiness ينبغي أن نستخدمه لتأمين السعادة نشوف الأسئلة ويجابتها مع بعض أول سؤال if we have sound bodies we will لو كان لدينا أجسام صحيحة سوف نستمتع بالحياة 19 the factors of happiness are عوامل السعادة هي هاتبأ money, health and wisdom المال والصحة والحكمة عندي سؤال رقم 20 the main idea of the first paragraph is about إبقى الفكرة الرئيسية للبارغراف الأولان هي أو عن هاتبأبي money isn't the only source of happiness إبقى المال ليس المصدر الوحيد للسعادة 21 money which is not brings real happiness or pleasure to us هاتبأ money which is هاتبأ هاتبأ well spent يبقى المال الذي ينفق بطريقة حسنة بيقلب سعادة حقيقية وسرور لنا 22 the underlying word rough is closest in meaning to بال الكلمة اللي تحتها خط ليه rough ليه أخشن أو أقصى ها أقرب في المعنى الكلمتي هاتبأ ليه صعب 23 according to the passage تبقى للكطعة humans are much superior to animal zubai البشر بيكونوا أعلى درجة بكثير من الحيوانات عن طريقي هاتبأ the mind العقل 24 foolish people are الناس الحمقة تبقى are unhappy غير سعدة even if they are healthy or rich حتى لو كانوا أصحاء أو أغنية 25 the sentence that can best samurai the third paragraph is الجملة اللي ممكن تلخص البارغراف الأخير بأفضل طريقة هي لنأتيب لتر c why is people are happy that they are careful about money and health إبا الناس الحكماء سعداء لأنهم حريصين على مالهم وعلى صحتهم شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته